أكدت سعادة السيدة أمنة بنت أحمد رميحي وزيرة الإسكان والتغطية العمراني أهمية ودور القطاع الخاص وشركات التطوير العقري في تعزيز منظومة قطاع السكن الاجتماعي بمملكة البحرية نعم وأشارت الوزيرة إلى أن برامج الشراكة مع القطاع الخاص تحظى بالأولوية في خطط الوزارة لتوفير خدمات السكن الاجتماعي الفورية للمواطنين جاء ذلك خلال اجتماع عمل موسع عقدته سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني مع المهندس عارف هجرس رئيس جمعية التطوير العقري بحضور كبار المسؤولين في الوزارة وهيئة التخطيط والتطوير العمراني وبنك الإسكان وذلك لبحث فرص تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير القطاع العقري في مملكة البحرين وخلال الاجتماع نوهت الوزيرة بأن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية الذي أعلنت عنه الوزارة يمثل فرصة لتعزيز شراكة فعلية بين القطاعين الحكومي والخاص مؤكدة أن الفرصة مواتي أمام شركات التطوير العقري للاضطلاع بدور رئيسي في منظومة توفير الخدمات الإسكانية الفورية للمواطنين وفي سياق متصل أكدت الوزير الرميحي أن هيئة التخطيط العمراني حرصت لدى إعداد الاشتراطات التنظيمية للتعمير على مراعاة الجوانب التطويرية التي تسهم في تسهيل تطوير المشاريع العقارية من قبل شركات القطاع الخاص مضيحة أن منصة خدمات تخطيط التي دشنت مؤخرا ساهمت في تسريع وطيرة العمل وأشادت الوزيرة بدور جمعية التطوير العقاري البحرينية في تنفيذ المشاريع العقارية في مملكة البحرين والاستجابة الواضحة لمشاركة حكومة مملكة البحرين في توفير الحلول الإسكانية للمواطنين المستفيدين من جانبه أكد رئيس جمعية التطوير العقاري تنامي الشراكة مع الوزارة والهيئة مشيرا إلى أهمية حصر الأولويات للقطاع العقاري وتبني المبادرات التي تسهم في توفير المزيد من الخدمات السكنية للمواطنين اشتركوا في القناة